مثلاً لما تقول المواطنين اللي خرجوا في مواجهة الوزراء تستنكروا ذلك العمل أدعم العفوي طبيعي المواطن الجزائري بسلميته بعفويته يرفض حكومة بدوي وخرج يرفض أي نشاط لهذه والهؤلاء الوزراء لكن الحكومة تشتغي لما تقول انت بلينا مع الحوار ونشوف بلي لجنة الندوة التي داعها بن صالح هو أصلاً لم يشارك فيها يعني هناك تناقضات يعني القيادة الأركان وتصريحاته الشعب يقول بلي كفانا تصريحات كفانا خطابات كفانا رسائل نحن نريد إجراءات عملية لكن بالمقابل هناك إجراءات عملية تتعلق بفتح نفات فساد ننتظر إجراءات عملية سقوط رؤوس مهمة عندما نتحدث عن إقالات هذه جزء من المطالب هناك وقاع حدثت في الأسبوع الأخير المطلب الأكبر وهو المطلب السياسي المطلب الأكبر هو رحيل بقايا عصابة بوتفليقة المطلب الأكبر هو الدخول في مرحلة انتقالية والدخول في الإجراءات في إطار المادة السابعة والثامنة يعني هذه صح هي مكسب من المكاسب هذه الاعتقالات هذه المحاكمات التي نتمنى والكل يتمنى أنها تكون مستقلة وشفافة وواضحة للعالم وما تكونش انتقائية يعني تشمل جميع المتسببين وعلى رأسهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ولكن في مقابل ذلك الأكبر من ذلك رب المشكل أساس المشكل الذي نعيش في الجزائق هو المشكل السياسي لما نحلوا المشكل السياسي وندخلوا في مرحلة التي ينتظرها المواطن الجزائري ينتظرها الشارع الجزائري بكل صبر الشارع أثبت بعد تسع جمعات وحنا غدا على الجمعة العاشرة أنه له من الصبر والحكمة والحنكة والسلمية ما يستطيع أن يجوز رمضان هو في الشارع ولكن لا نريد تصريحات مستفزة يعني احنا قبل كانت تستفزنا السلطة السياسية بتصريحات استفزازية ما نشحب من قيادة الأركان بتصريحات استفزازية تثير الشكوك في نفوس المواطن الجزائري نريد إجراءات عملية في إطار المادة السابعة وثامنة هو قال سبعة تمانية مئة وثنين مئة وثنين فرزناها غلق لها الموضوع ندخلوا في الإجراءات الثانية هذا الذي يعيد الأمل والثقة في هذه المؤسسة أما خلاف ذلك فنظن أنه البارح مثلا بالبثلات دار بيان وبالأربعة دار بيان توضيح للبيان هذا يثير الشكوك في النفوس ما زالت المطلب أن تفي هذه المؤسسة بوعودها وأن تكون دعما لمطالب الشعب الجزائري